متحف ايكولوجي يدور حول ثيمة الماء ووراء الفكرة زيد اعبو الذي حول منابع عين لالاميم نابت جداد الى فضاء ثقافي وسياحية هنا مثلا نكتشف معه ساعة مائية تعود الى ازيد من 16 الف سنتين قبل الميلاد المهم انني انقذت عيون الماء هذه من الاهمال والحفاظ على البيئة من مرتكزة هذا المتحف هناك ايضا جانب فني متعلق بالادوات القديمة واللوحات وانا الان بصدد اعداد متحف للكلمات بمعنى انني سادرج كلمات وجملا دينية فلسفية وعلمية لها علاقة بالماء يكتشف الزائر بهذا المتحف تاريخ الماء بواحات الجنوب الشرقي وكيف كان الانسان قديما يستعمل الماء بل وكيف كان استقرار القبائل مرتبطا بهذه المادة كل هذه الاشياء تثير فضول وذهجة الزوار انه مكان مذهش لم اكن انتظر اكتشافه وصاحب المتحف استطاع القيام بعمل جميل من خلال تثمين هذه العيون طبيعية وكذا التراث المحلية مدحف الماء يقع على بعد كيلومترين من مدينة تنجداد في طريق نحوات غير مكان يستحق فعلا الاكتشاف وعبره سفر نحو التاريخ والحياة البدوية بالجنوب الشرقية